ندد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف محمد باستهداف السلطات القطرية للبحارة البحرينيين في المياه الاقليمية البحرينية معلنا تضامنه مع البحارة البحرينيين المتضررين من الممارسات القطرية السيئة ومحاربتهم في أرزاقهم والتضييق والاعتداء عليهم في المياه الاقليمية لمملكة البحرين وفي بعض الأحيان استخدام الذخيرة الحية ضدهم ما أدى إلى وفاة بعضهم وجرح آخرين وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للاتفاقية الدولية لاستخدام البحار وخرقا لمبادئ حصن الجوار وأشاد رئيس الاتحاد بمضمون كلمة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه والذي أكد من خلاله للبحارة البحرينيين المتضررين بأن حقكم محفوظ ولن يضيع وسوف نقوم بالواجب وإن شاء الله معوضون وهو ما يدل على حرص جلالته على الدفاع عن حقوق المواطنين وحماية أرواحهم وأرزاقهم وهو أمر عهدناه في قيادتنا الحكيمة على مر الأزمان كما استنكر رئيس الاتحاد الحرم نشرته قناة الجزيرة القطرية من ادعاءات ومزاعم كاذبة حول حقوق الإنسان في البحرين مؤكدا أن حقوق الإنسان في المملكة شهدت تقدما غير مسبوق في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه في مختلف المجالات وذلك من خلال تشريعات ومبادرات تحفظ الحقوق وتصون المكتسبات غير المسبوقة داعيا قناة الجزيرة إلى تسليط الضوء على حقوق الإنسان في قطر وبخاصة ما يعانيه العمال من صعوبات وتحديات ووفيات عديدة في خلال بناء المنشآت الرياضية ترجمة نانسي قنقر